أنت صغير ما نعبتش كرة في الشارع أو في ال... يعني أصدقك القول ما كناش نعرفها يعني الكلد أنا بكلمك على النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي رب نديك العمر الساح يعني ما كناش نعرفها يعني أنا عرفت بس القسم المخصوص وكرة السلة وألعاب الجنباز وإحنا في مدرسة الديشن الارتدائية لكن القنة السنوية كان فيها فريق كرة متميز وبالمناسبة كان كابتن الفريق واحد اسمه سيد الأمير سيد الأمير ده تشائز صدف أني أنا أعرف أنه يا أخوه يا ابن أخوه متزوج أقت الكابتن الخطيب الذي تعيش عندنا في قنة أيه مزبوط فكان سيد الأمير ده قائد فريق قنة وكان يتميز ببنيه تمام وكان الوالد يقول لك ده بيشوت الكرة من الجول للجول بقوته بقى وكان الحماس كبير قوي الفريق مدرسة قنة السنوية ليه نعم كان يوم القبع عن كل أسبوع كان الكلام ده فيه أثناء الحرب العالمية الأولى أثنين واربعين ترتين واربعين ترتين واربعين نعم كانت جنود الاحتلال الإنجليزي تعسكر في الصحراء الشرقية والمسافة بين معسكراتهم وبين إنه ما فيش يعني كيلو مترات نعم وكانوا معسكرين في الصحراء الشرقية حتى سفاجة حتى البحر الأحمر والغرداء نعم وكانت ليهم فرق كرة تلعب فهم يعني حبوا يلعبوا مع فريق قنة السنوية فكانوا كل أسبوع أو كل أسبوعين ييجوا بعربياتهم لملعب قنة السنوية ويلعبوا الفرقة ويلعبوا فرقة قنة الأسبوع الثاني تيجي عربياتهم تاخد المنتخب وتاخد المشجعين من التلاميذ ونروح لأقرب معسكر ليهم بعد قنة كده في شرق قنة حوالي عشرة كيلو ولا خمستاشر كيلو عشان برضو نقيهم هناك مباراة أخرى فمن هنا حدث التعلق بكرة القدم من وأنا يعني في أولى سنوي وميلي كان بيكسب بقى أخير الإنجليز نكاس كفاء يعني كانوا مجرد عساكر يعني ما كانوا مش محترفين ولا حاجة زي كده فكان يعني مباراة سجال بين الاثنين يعني بين الاثنين طيب بدأت وانت في قنة هل انت ارتبطت بالصحافة المصرية وبالإزاعة المصرية وانت من اينا ولا جيت عشت في مصر هنا فترة من الفترات لا انا ارتبطت بالإزاعة منذ أن بدأت منذ أن بدأت آه الإزاعة المصرية بدأت سنة 34 34 لكن انا اتفكر انه احد اعمامي وكان عظم في مجلس الشيوخ جاب راديو في القرية سنة 36 جاب راديو آه الراديو كان عبارة عن دولاب صغير ايوه لا كان دولاب آه وكان يشتغل بالبطاريات لأنه ما فيش يشكهربة فيش كهربة لسا آه فيش كهربة وكان لما البطاريات تخفت وينضم ما فيها يخاروش ناخدها على الركوبر عشان نروح نجي حمادي عشان نملى البطاريات ونرجح تاني فمن خلال الراديو ده اللي جابه عمي ده آه وبعدين انتشر بقى في القرية في ال انتشر بعدين بعدين في الاصلة عندنا آه ابتدت بقى يعني اسمع ازاع ومن ضمن المفارقات واحنا صغيرين كده فاكر الراديو ازاع بالليل كنا نتجمع كلنا اطفال القرية حوالين الراديو في الضوار عشان نسمع بقى فانا فاكر انه ايه اغنية كانت زمان اسمها محلاكة قطنة بلدنا او حاجة مشاكة ايه دي بنت جاء صغيرة قاعدة جنبي اتني ما تقوليشي الناس دي دخلت ميتها في الدلاب الصغير ده عشوية ما كانش في الدلاب ده في قطنة بقى ولا حاجة ناشتلي بترني ايو انا خبني ها اه